مع علي الشيخ الله ينفعنا بعلمكم كل إنسان لما مثلا في ثناية تعليم يعني نعلم مثلا الصغار سورة الفاتحة أو لما يعني نصلي نقرأ سورة الفاتحة فنمر بقوله تعالى الرحمن الرحيم هل هناك فرق مع علي الشيخ بين اسم الله الرحمن واسمه الرحيم نعم هناك فرق لكن قبل أن نبين الفرق نذكر أن الرحمن والرحيم صيغة مبالغة وأنها تدل على عظيم الرحمة وكثيرها وأن الله تعالى تميز بهذه الصفة التي يدعو بها عبادة في كل صلاة لاحظوا الآن فرق كبير في أن يقوم الإنسان يصلي يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يعني ربي ما خوفنا من البداية ما قال الحمد لله رب العالمين شديد العقاب الجبار المتكبر لا لا يدعونا في أول بداية الصلاة وفي كل رجعة يعبدوا ربكم من هو الرحمن الرحيم الرحمن يحمل معنى صفة الرحمة العامة للمؤمنين وغيرهم وغيرهم والله تعالى خلق مئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة تتراحم بها جميع المخلوقات نحن الآن نشوف في قناة المجد وفي غيره اللبؤة ترفع رجلها ولدها يرضى اللبؤة اللي مداني أحد لو تروح لها أنت بلجت لكن رب العالمين وضع فيها رحمة لأولادها هذه الرحمة العامة وأما الرحيم فهو تحمل الرحمة الخاصة والرب العالم بالمؤمنين ورب العالمين يقول وكان بالمؤمنين رحيم هذه الرحمة الخاصة بعباده المؤمنين وقال ابن المبارك معنى الرحيم الذي إذا سئل أعطى الرحمن الذي إذا سئل أعطى والرحيم إذا لم يسأل يغضب وقد نظم الشاعر ذلك في بيت قال الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب وقال السدي الرحمن يكشف الكروب والرحيم يغفر الذنوب ويقول غيره الرحمن الذي يستر في الدنيا والرحيم الذي يغفر في الآخرة فالرحمن وسعت رحمته كل شيء وهذه من قصائص الله ترجمة نانسي قنقر